السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو سألتك دلوقتي ايه هي الحاجات اللي موجودة تحت سريرك الاجابة غالبا هتكون شب شب جزمة كيس شب سفاضي حاجات زي كده لكن على الرغم من انها اجابة معظم الناس اللي ان في ناس تانية اجابتها كانت مختلفة عن كده ناس اللي كانت تحت سريرهم غير حياتهم اهلا بيكم انا عمر عبدين والحلقة دي هنتكلم عن كنوز تم اكتشافها في اماكن غير متوقعة وقبل ما نبدأ لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول في عام 1980 ميلادية قرر الايطالي لوتشيانو فاجيانو انه يشتري مبنى مكون من عدة طابق يأجره ويبقى مصدر رزقه وبعد فترة من البحث لقى المبنى المناسب في مقاطعة ليتشي جنوب شرق ايطاليا وبعد ما اشترى المبنى وعمل شوية عمليات تجديد قدروا انه يأجر المبنى بالكامل لكن بعد عدة سنوات الطابق الاول بدأ يتهالك واصبح غير صالح للايجار الرطوبة فيه كانت عالية جدا وبدأت تأثر على باقي المبنى كمان فقرر لوتشيانو انه يشوف ايه مصدر الرطوبة ولها انه الحمام الخاص بالدور الاول وتحديدا مصورة مياه معينة في الحمام ده وقتها قرر انه يصلحها بمزاعدة ابنائه لكن اثناء حفرهم في ارضية الحمام علشان يعرفوا مصدر التسريب اكتشفوا ان ارضية الحمام مش ارضية حقيقية وبعد عدة ايام من الحفر المتواصل لوتشيانو كان قدامه فجأة هتغير حياته للابد ابنه الاكبر اكتشف ان ارضية الحمام بتوصل لطابق تاني تحت الارض بس المصير بقى انهم اكتشفوا في الطابق ده نقوش قديمة نقوش بترجع لعاصر قابلة الميسابيانز واللي كانوا بيسكنوا ايطاليا قبل 2500 سنة ومش هو ده بس اللي كان موجود تحت الحمام الطابق ده كان مجرد بداية من بعدها اكتشفوا مجموعة من الممرات والطابق واللي كل طابق فيها بيمثل جزء مختلف من تاريخ المدينة وبعد سنوات من الحفر ادر لوتشيانو ابنه انهم يكتشفوا مجموعة ضخمة من الممرات والغرف بالاضافة لمقبرة من عصر الميسابيانز وغرفة كان بيستخدمها راهبات الفرانسيسكن للطحنيت كل ده غير 5000 قطعة اسرية ما بين تماثيل وقواني وخواتم وعملات زحبية بترجع لعصور مختلفة واخيرا بعد الاكتشافات دي كلها قرر لوتشيانو انه يحول اكتشافه ده لمتحف خاص وبالفعل السلطات الايطالية وفقت على اقامة المتحف واصبح اول متحف غير حكومي معتمد من الحكومة الايطالية في ليتشي في احد السجون البلغارية في عام 2018 كان فيه ساجين على موعد مع خبر سعيد لأول مرة من وقت دخوله السجن بدأت القصة دي في 9 نوفمبر اثناء ما السجناء دول كانوا بيقوموا ببعض الاعمال الزراعية المفروضة عليهم وقتها واحد منهم الفأس بتاعه خبط في حاجة اعتقد انها حجر ففيدل يضرب في الحجر ده في محاولة لكسره لكن الصوت اللي سمعه بعد كده ما كانش صوت حجر بيتكسر صوت الكسر اللي السجين سمعه كان صوت انية من الفخار بعدها خرجت منها كميات هائلة من العملات الفضية وبعد استخراج السجين لبقاء الانية والعملات الفضية دي تفاجأ بوجود انية تانية لها نفس المواصفات الاولى وبعد ما افتكر السجين ان الحظ اخيرا بتسامله اتبخرت كل الطموحات دي بعد ما انتشر الحراس في كل مكان وبعد ما سلم مدير السجن الاواني دي للمتحف الوطني في المدينة تم فحص العملات وتبين انها بترجع للقرن الخامس عشر اثناء فترة حكم الدولة العثمانية للاراضي البلغارية وعدد العملات اللي تم اكتشافها في الموقع كان حوالي سبع تلاف عملة كتير من الناس عندهم هوس بجمع الاشياء القديمة والتحف الفنية ومن اغرب الحاجات اللي بعض الناس بيحبوا يجمعوها هي الدبابات ايوا زي ما اسمعت بعض الناس عندهم هواية جمع الدبابات رجل الاعمال البريطاني نيك ميد واللي بيمتلك شركة تانك سالات واللي بتقوم بجمع الدبابات والاسلحة للاغراض الترفيهية قرر في عام 2019 انه يشتري دبابة كمان علشان يضمها لقسطول دبابات الشركة واسناء بحثه عن دبابة على موقع اي بي لبيع الحاجات المستعملة لقى عرض مقدمه شاب اسمه جوهيوز بدبابة روسية نوعها تي فيفتي فور بسعر معقول جدا وهو اتنين واربعين الف دولار لكن الصفقة اللي شكلها من الظاهر دي مربحة للطرفين هتغير حياة نيك تحديدا للابد وهتحول جوه لاكتر شخص نادم في العالم لان نيك خبير في شراء الدبابات فاول حاجة قرر انه يعملها انه يفحص الدبابة كلها علشان يتأكد انه مفاش اي بضائع غير قانونية قبل ما ياخدها وبالفعل حصل اللي نيك كان خايف منه واثناء عملية الفحص لاحظ حاجة غريبة في احد خزانات الوقود الخزان ده كان معطل او معنى اخر تم تعطيله عن عمد وانهم يفحصوه كان تقيل جدا والسبب في الوزن الغير طبيعي ده كان وجود صندوق كامل من الزخيرة داخل الخزان الاكتشاف ده كان بمثابة شرارة اشعالة الفضول عند نيك علشان يفحص كل شبر من الدبابة والفحص ده اتى بسماره اكتشف نيك والفريق بتاعه ان خزان وقود تاني مشتبه فيه انه هو كمان يكون مليان لكن الخزان التاني ده كان اتقل من الاول بمراحل والمفاجأة السعيدة اللي كانت في انتظار الفريق هو ان الخزان التاني ده كان مليان بالسبائك الذهبية استخرج نيك ورجالته سبائك ذهبية وصلت قيمتهم لتنين ونص مليون دولار بس الراجل بدل ما احتفظ بيهم بلغ السلطات عن اكتشافه واللي بدورها صدرت كل الذهب الى ان يتم العثور على المالك الاصلي في عام 1978 ميلادية في مدينة لوس انجلوس الامريكية قرر طفلين انهم يحفروا حفرة كبيرة في الفناء الخلفي لبيتهم وبعد كذا ساعة من الحفر واللعب وجهت الاطفال صعوبة في الحفر وده لان كان فيه قطعة حديدية بتعيق عملية الحفر وكالعادة الاطفال دول راحوا اشتاكل اهلهم علشان يساعدوهم في الحفر بس بمجرد اهلهم ما وصلوا لموقع الحفر اكتشفوا انهم قدام كينز الحديد اللي كان بيعيق حفر الاطفال ده كان سقف سيارة فرعري وبعد الاتصال بالشرطة تم استخراج السيارة واللي تم تقدير قيمتها بـ 200 ألف دولار في وقتنا الحالي في عام 2013 في ولاية كاليفورنيا كان فيه زوجين بيلعبوا مع كلبهم في الفناء الخلفي وأثناء لعبهم الكلب كان عمال يحفر في مكان معين باستمرار ويحاول يطلع حاجة منه في البداية الزوجين اعتقدوا ان الكلب بيلعب عادي يعني بس مع تكرار الحفر في نفس المكان قرر الزوجين انهم يشوفوا ايه الموضوع ومن حسن حظهم انهم عملوا كده اكتشف الزوجين 8 علب معدنية بتحتوي كلها على عملات زهبية مختلفة بيرجع تاريخها لمنتصف القرن التسعة عشر والعملات دي كانت في حالة جيدة بشكل لا يمكن تصوره ومش بس كده بعض العلب كانت بتحتوي على عملات نادرة زي العملة فئة العشرين دولار الزهبية اللي تم سكها في عام 1866 المميزة بشعارين بيحملوا صورة النصر واللي بتقدر قيمتها لوحدها بحوالي مليون دولار وبعد ما تم حصر الاكتشاف واللي كان عبارة عن 1400 قطعة زهبية من مختلف الفئات تم تقدير قيمة الكنز ده في عام 2013 بحوالي 10 مليون دولار فاكر السؤال اللي سألتولك في اول الحلقة لما قلتلك ايه اللي موجود تحت سريرك من حوالي 15 سنة صياد فلبيني فقير اكتشف حجر كبير على شاطئ البحر الحجر كان ضخم جدا وزنه تقريبا 34 كيلو جرام وعلى الرغم من كده جمال الحجر وبياضه الناصع لفتوا انتباه الصياد فقرر انه لاحتفظ به وبالفعل شال الحجر لحد بيته وحطه في غرفة نومه تحت السرير وانسيه بعد الحكاية دي بعشر سنوات تقريبا عامة الصياد ده كانت بتزوره في بيته واكتشفت الحجر ده بالصدفة وبعد سؤالها ليه عن المكان اللي هو لقاه فيه ادركت العامة دي ان ابن اخوها اكتشف اكبر لقلقة في العالم وهي اللقلقة اللي تم تقدير تمانها بحوالي 100 مليون دولار وفي النهاية نحب نقول ان ده مش مبرر ابدا ان واحد يتكاسل ويستنى ضربة حظ تغير حياته الكنز الحي اللي كلنا بنملكه ومش واغدين بالنا منه هو الوقت فحاول بقدر الامكان انك تحافظ على كنزك وبكده نبقى تكلمنا النهاردة عن كنوز تم اكتشافها في اماكن غير متوقعة تحبوا نتكلم عن ايه في الفيديوهات الجاية اكتبونا في التعليقات ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والناس اللي اول مرة تشوفنا اعملوا سبسكرايب وفعالوا الجرس علشان توصلكم فيديوهاتنا اول با اول وشوفكم الحلقة الجاية لسه هنا عايش عرفتوا ان عملت قناة جديدة بطلع فيها بوشي دلوقتي قناتي الشخصية اللي اسمها عمر عبدين بعمل عليها فيديوهات متنوعة زي عشوائيات كده بس عن حاجات مش مستهلة تتحط في عشوائيات علشان محتوىها صغير اشتركوا فيها وفعالوا الجرس من الرابط اللي موجود في صندوق الوصف تحت الفيديو سلام